مساء الخير ضيف حلقتنا اليوم في برنامجنا بيت للكل الأكاديمي وأشاعر الدكتور علي أشلاح طبعاً دكتورنا اليوم وضيفنا هو شاعر وأكاديمي من العراق أحد الكتاب والمثقفين العراقيين ومطلع دائم على الأحداث الثقافية مش فقط بالعراق ولكن في الوطن العربي شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام إلى جانب مجموعة كبيرة من الكتاب والشعراء من العراق الحبيب بالإضافة طبعاً لمشاركة العراق في المعرض بـ 30 دار نشر في إطار علاقة وسيدة ما بين مصر والعراق رئتي الثقافة العربية منرحب بأشاعر الأكاديمي الدكتور علي أشلاح مساء الخير دكتور مساء الخير شكراً سيدتي دكتور علي بالتالي برحب بك أكيد وأنا سأخذ من كلام أليكساندرا المصر والعراق رئتي الثقافة العربية فخليني أسأل عن مشاركتك وعن وجود هذا العدد الكبير من دور النشر موجودين في معرض القاهرة دولي للكتاب يعني ابتداء لابد من أن نقول أن معرض القاهرة دولي للكتاب لا يشبه أي معرض آخر بمعنى أنه لدينا مثلاً في العراق في بغداد معرضان في البصرة في الموصل في النجف في بابل لكن العواصم العربية عمان الشارق معرض القاهرة لديه صفة الجسر بمعنى أنك لا تأتين لمعرض القاهرة للكتاب لترى فقط دور النشر والمثقفين المصريين ترين حجاً لكل المثقفين العرب إلى القاهرة فالذي يأتي لمعرض القاهرة للكتاب يعني من السهولة بمكان أن يرى كل المشهد الثقافي العربي موجوداً في هذا الجسر المعرفي الذي تقيمه الهيئة المصرية للكتاب العلاقة العراقية المصرية قديمة ووطيدة خصوصاً في الجانب الثقافي منذ بواكير النهضة الثقافية أول أسماء التي درست في جامعات العراقية من الأكاديمين العراقين كانوا فريجي جامعة القاهرة الأزهر ودار العلوم وأيضاً شعراء الكبار في البلدين يعني عبد المحسن الكاظمي جاء إلى مصر وصار أحد شعراءها وهو كان شاعراً بغدادياً معروفاً وشاعر الارتجال كما يسمى أحمد شوقي مثلاً كان اسماً معرفياً في بغداد مع الجواهري والرصافي والزهاوي وهذه النهضة المشتركة لأسميها لأننا في الثقافة العربية بغض النظر عن أي بعد سياسي الثقافة العربية ثقافة واحدة نحن جميعاً أمة واحدة بلغة واحدة والمبدع لدينا بدل أن يتحدث إلى 30 مليون عراقي هو يتحدث إلى 300 مليون عربي وهذا كله بفضل الثقافة ومن هنا أنا ميال إلى أن الثقافة العربية جسد كبير له رئات متعددة يعني وربما تكون الثقافتان المصرية والعراقية من أبرز هذه الرئات ومن أكثرها تنفساً إذا كنا نقيس التنفس بالعدد لأن عدد المبدعين المصريين والعراقيين عدد كبير وربما المصريون والعراقيون لديهم سما أخرى وهو البعد الحضاري القديم أنك تتحدث عن بلاد الرافدين وتحدث عن واد النيل وهذه شواهق الأهرام وتلك الجنائن المعلقة في بابل وفي أور هذا كله يعني يجعل العلاقة الثقافية العربية ككل والمصرية العراقية علاقة خاصة مميزة يعني مثل هاي المعارض اللي بتصير بالعديد من الدول العربية أكيد يمكن البلد وشعب البلد هو المستفيد الأكبر منها لأنه بيصير فيه حوار وتبادل أكيد ثقافي ما بين هاي الدول اللي زي ما تفضلت دكتور بتجمعهم ثقافة عربية واحدة فكل ما ارتقينا بهاي الثقافة العربية احنا المستفيدين أكيد الأكبر يعني هاي المشاركة مش الأولى في معرض القاهرة الدولي أكيد مشاركات سابقة في سنوات سابقة ولكن كيف بتشوف الاختلاف ما بين السنوات السابقة و2024؟ يعني هناك تطور يحصل بفعل العامل الزمني والتقني لو قسنا مثلا كميا عدد دور النشر وعدد الكتب داخل دار النشر الواحدة ستجدين أن العدد تضاعف يعني هذه السنة عن السنة الماضية عن السنة التي قبلها وهذا التضاعف نتحدث عنه ليس بزيادة عشرة لدى كل دار نشر وربما بزيادة 200 كتاب لدى كل دار نشر أنا نتكلم بدقة من الحديث مع الزملاء الناشرين والأصدقاء المبدعين الذين لديهم دور نشر هناك حالة من ربما ليسميها التنفس الحر بالطباعة هناك طباعة جديدة وكثيرة وكثيفة في كل دور النشر العربية هنا لا تحدث عن بلد عربي بعينه كل دور النشر العربية التي تعرض الآن لو زرتي أي دار نشر ستجدين أن ما أضيف خلال سنة يرقى إلى أن يصل إلى 100 كتاب على الأقل ناهيكي عن أن المعارف تنوعت يعني نحن يقال عنا أننا أمة فضل الأدب والشعر الرواية نفس الشعر لدينا الآن هناك خصوصا السيدات الروايات ما شاء الله غزن الوسط الثقافي كله لكن أيضا هناك كتب في التقنيات الحديثة في العلوم في اللغات المتعددة أيضا حتى في ما يمكن تسميتها في العلوم المستحدثة المتعلقة بالأمراض النفسية والمتعلقة بالتقنيات والروبوت والأجهزة كلها تجديها موجودة ومترجمة وبلغتها الأساس أيضا بالإنجليزية أيضا